عن روسيا، ماذا يحصل في روسيا وأوكرانيا؟ هل تحدثتم عن هذا الموضوع؟ لم نناقش هذا الموضوع بالتفصيل لكنه موضوعاً دأبنا على مناقشته مع كل شركائنا الولايات المتحدة تجدد دوماً التأكيد على أن رؤيتها لقيادة العالم تعتمد ليس فقط على إدانة روسيا وإنما أيضاً على اتخاذ خطوات لدعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا نعتقد أن على شركائنا بذل ما يستطيعون من جهود مع الأوكرانيين الذين يعانون ويقاتلون بشجاعة واستبسال دولة أقدمت على احتلالهم عبر هجوم متعمد وغير مبرر فأوكرانيا تعرضت لشيء شبيه لما تعرضت له الكويت عندما غزاها صدام حسين في بداية تسعينيات القرن الماضي حيث شاهدناه حينها يخرق أهم أسس القانون الدولي الذي ينص على عدم أحقية أي دولة في انتهاك سيادة دولة أخرى أو تجاوز حدودها مثل ديبلوماسية غلاسبي التي ألهمت صدام حسين بأن يشتاح الكويت هذا في حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر